بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسستها قد يالامرو في قصة البرلمان الرئيس قيس سعيد يضع حدا للمجلس المعلق في رد لم يتأخر رسميا البرلمان التونسي في عداد الماضي السلطات القضاية التونسية تتحرك لمحاسبة النواب المجتمعين بتهمة التآمر على من الدولة الرئيس سعيد لب نداء الشارع الشعب يريد حل البرلمان الشعب التونسي بنسبة 100% كره البرلمان والبرلمانيين حسب اعتقادي انتهي البرلمان لا أكثر ولا أقل مجلس نواب الشعب بأنه عائد لا محال أحب من أحب وكره بعد الوعيد والتهديد أي مصير لرئيس البرلمان المنحل يتساءل متابعون ولسن حالهم يقول لا حوار ولا هدنة إلا بعد المحاسبة محاسبة عادلة المضاربة والاحتكار والجهاز السري واختراق وجهزة الدولة والتستر عن الإرهاب الشعب هو الذي اختارني وهو الذي فوضني لهذه المهمة ولهذه المسئولية ملفات ثقيلة قد تكون العنوان الأبرز لمرحلة ما بعد برلمان النهضة وأخواتها بلا المبروكة الغد تونس